الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأصلي وأسلم علاقات من رسل الله صلى الله عليه وسلم نستأنف الكلام من كتاب نور العيون لصاحبه ابن سيد الناس رحمه الله ورحم الله العلماء أنا عجمعين وكنا قد توقفنا عند الكلام على نشأة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي هذا الذي سنقرأه اليوم إشارة طيبة لأمر قد يحار فيه العقل لكن فيه عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وهي مسألة تتعلق بعبادة الكائنات الكون هذا الكون عابد لله عز وجل منصرف وخاضع لأمره لا ينفك أبدا ولا يتفلت أبدا عن شرعته إلا الإنسان فإنه أحيانا ينفك أو يبتعد عن الشرع ثم يرده الله عز وجل بأمره ونهيه إن قدر له الخير قال المؤلف رحمه الله وتوفي أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل وأرجو أن تصحح النيات وأنتم في هذا المجلس فنحن لو لم نأخذ من مجلسنا إلا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم لكفى بها نعمة فالصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم نور والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم قرب من الله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله صلى الله عليه وسلم باب البركات في الدنيا والآخرة نسأل الله أن لا يحرمنا من بركاته ولا من فضله يقول وتوفي أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل يعني هذا رأيه من الأراء يقول أنه كان في بطن أمه لم ينزل للدنيا بعد وقت أن مات أبوه وقيل وله شهران يعني قيل وكما قلت من قبل ابن سيد الناس ساق في كتابه الكبير عيون الأثر آراء متعددة وآراء متنوعة اختار منها أشياء لا ينبغي أن تغيب عن المسلم منها ما يذكره بصيغة صريحة كما قال في أول الكلام وتوفي أبوه صلى الله عليه وسلم وهو حمل ومنها ما يأتي بعد صيغة التمريض يعني صيغة ضعيفة قيل هذا محتمل قد يكون وقيل وله شهران يعني مات أبوه بعد أن ولد بشهرين وقيل سبعة يعني له سبعة أشهر وقيل مات أبوه وله ثمانية وعشرون شهرا ثمانية وعشرون شهرا يعني كم في العمر يعني سنتان وأربعة شهور ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبوه الذي يرعاه ويربيه ويعنى بشأنه ثم ماتت أمه وهو ابن أربع سنين كأن الله عز وجل أراد أن تبقى يد الله عز وجل وعناية الله عز وجل هي التي تكفله وترعاه حتى لا يقال له أب سهر عليه أو له أم دللته أو له جد حتى إن جده سيموت بعد قليل أو له جد عني به وأنفق عليه أو نصره حتى تظل عناية الله عز وجل هي أولى من كل عناية وماتت أمه وهو ابن أربع سنين وقيل ست سنوات وكفله صلى الله عليه وسلم جده عبد المطلب وأشرنا من قبل إلى أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم نسب شريف ليس فيه ما يذم أو يعاب وليس فيه من تدنس بدنس الجاهلية مما ينسب إلى الجاهلية من فساد في المعتقد أو فساد في السلوك أو فساد في الاجتماع ليس في نسب النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذا وإنما هو نسب شريف فجده عبد المطلب كان له منزلة في قومه حتى إنهم لما دخل أبرهة الكعبة أو لما دخل أبرهة مكة وأراد أن يهدم الكعبة فزع الناس إلى عبد المطلب وأرادوا منه أن يشفع عند أبرهة حتى يرده عن هدم البيت وحتى يرده عن أخذ الأموال وعن قتالهم وهذا يدل على مكانة الرجل في قومهم فلما بلغ ثمانية سنين وشهرين وعشرة أيام توفي جده عبد المطلب فوليه عمه أبو طالب وعمه أبو طالب رد النبي صلى الله عليه وسلم له الجميل جميل الرعاية وجميل المؤنة وجميل الكفالة بأنه أخذ منه ولده علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه فكفله أيضا وربه ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم إثنتين عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام وأرجو أن تنتبهوا إلى هذه الدقة دقة الرجل ابن سيد الناس في نقل العمر لما بلغ إثنتين عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام لماذا خرج؟ وكان في هذا العمر كان في هذا العمر في هذا الوقت عمره إثنتين عشرة سنة يعني ليس تاجر ولا يمكن أن يقال عنه أنه تاجر خرج لبضاعة لكن كان عمه متعلقا به جدا وكان هو صلى الله عليه وسلم متعلقا بعمه فخشي عليه عمه أن يتركه بمكة فأخذه معه في هذه التجارة ثم قد يقال أنه خرج به لتكون بصيرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرى العالم من حوله ليس فقط هو مقيم في أرض الجزيرة ولكن أيضا خرج إلى الشام ومر بالقفار وتعرض لما يتعرض له كل مسافر فحتى هذا يكون بابا من باب التربيع وبابا من باب السكينة النفسية وهو يطالع الكون وحتى يعرف أنه إنما لم يرسل إلى قوم خاصين وإنما أرسل إلى شيء مطلق الأمة أمة الدعوة كلها قال خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام فلما بلغ بصرة وبصرة هذا موضع قريب من الشام رآه بحيرة الراهب رآه من؟ بحيرة ليس اسمه بحيرة اسمه بحيرة الراهب وهذا راهب من الرهبان ممن يتعبدون في الصوامع على هذه الشاكلة التي ذمها الله عز وجل في قرآننا فقال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم هذا الذي ينقطع عن الدنيا ويترك ما أحل الله عز وجل في الدنيا حتى إن الله عز وجل أحل الطيبات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق يعني من هذا الذي يجرؤ أن يحرم ما أحل الله لكن بعضهم يدخل في صومعة ويغلق على نفسه ويمنع نفسه مما أحله الله وهذا مما لا يجوز فيه شرعنا نعم يجوز لك أن تخلو بنفسك ويجوز لك أن تخلو بربك بل من الأدب أن يكون للإنسان ساعة يتفكر فيها ليس ساعة يعني ستين دقيقة لكن وقت يعني يتفكر في أمره أين توقف وماذا فعل في الدنيا وماذا قدم لربه وكيف يكون حسابه يتفكر ويراجع نفسه ويراجع أمره مع غيره لكن لا ينقطع عن الدنيا بالكلية كما يكون مع هؤلاء قال فعرفه بصفته فجاءه وأخذ بيده وقال هذا الرسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين هذه الجملة يقول هذا رسول رب العالمين كيف يقول الرجل هذا الكلام وهو طفل في عمر 12 سنة هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين عنده علامة أو عنده إشارة عرفته أن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي آخر الزمان ما هذه العلامة؟ قال إنكم حين أقبلتم من العقبة يعني حين أقبلتم إلينا داخلنا على الشام لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي هذه أمارة أو هذه علامة العلامة الثانية قال وإنا نجده في كتبنا موصوفا وعند من تقدمنا معروفا إذن ساق هذا الراهب بين يدي دعواه قال هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين ثم قدم لهم دليلين أو أمارتين أو علامتين الأولى قال لهم إنكم حين قدمتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي هذه واحدة الثانية أنه نجده في كتبنا موصوفا وعند من تقدمنا معروفا بعض الناس قد يقول أولا كيف عرف كيف سجد الحجر والشجر قلنا يعني إنكم حين أقبلتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا خر ساجدا ولا يسجدان إلا لنبي كيف يسجد الحجر وكيف يسجد الشجر أولا البعض أحيانا يفوته أن الكلمة الوحدة في لغة العرب تتعدد معانيها هذه واحدة الثانية أن السجود الذي نعرفه في الشرع هو هذه الهيئة التي نعرفها في الصلاة لكن السجود يأتي بمعنى الخضوع ويأتي بمعنى التذلل ويأتي بمعنى الاستسلام هذه الثانية الثالثة من قال لك إن الكون لا يسجد لله من قال لك بل كل ما خلق الله كل ما خلق الله ونقول كل هذا لفظ يدل على الإحاطة والشمول كل ما خلق الله خاضع لله منفعل بشرعه لكن على وجه غير الذي نعرف الكون ساجد لله الكون ذاكر لله الكون مسبح لله لكن نحن نعرف نعرف مثلا ما البكاء نعرف أن البكاء هو حزن يتبعه صراخ ودموع هذا البكاء الذي نعرفه لكن حين تقرأ قول الله عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض هل الأرض تخرج الدموع لا ليس إذن أنت بين أمرين إما أن تفهم اللفظة على معانيه المتعددة وإما أن ترد القرآن وهذا لا يقبل إذن فكل كما قلت كل خلق الله كل ما في هذا الكون خاضع لله عز وجل منفعل بشرعه لكن على وجه غير الذي نعرفه فالكون ساجد لله والكون مسبح لله والكون مستغفر لله وقد أشار الله عز وجل إلى أن كل ما خلق الله حتى هذا في القرآن يسبح لله سبحانه وتعالى ويعرف لكن كما قال ربنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ثم قال لعمه أبي طالب لإن قدمت به الشام ليقتلنه اليهود فرده خوفا عليه منهم وهذه مما وقع لنبينا صلى الله عليه وسلم في سفره وعنده سفرة ثانية أو رحلة ثانية ما عمه أيضا إلى الشام أيضا وقع له فيها علامة من العلامات حين خرج أيضا راهب ودل على أنه نبي إن شاء الله سنذكرها ونسوقها إن شاء الله في المرة القادمة نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا بركة النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاك الله خيرا